إذن إلى أخبارنا رياضية مشاهدين أحرز نادي الكويت لقب بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة للمرة العاشرة في تاريخه بفوزه على كارنة أيضا خارجيا حقق منتخب الكويت الوطني للمدارس المركز الثالث في البطولة التي أقيمت في قطر وهي طبعا بطولة دولية تسمها بطولة جيم أقيمت في دولة قطر وشرفون عيالنا ويابوا المركز الثالث وخشوفوا إياكم هالتقرير ونرجع لكم إن شاء الله أحرز المنتخب الكويتي المدرسي تحت سن ثلاث عشر سنة المركز الثالث في بطولة جيم الدولية بعد فوزه بأربعة أهداف إلى هدفين أمام شقيقه البحريني في اللقاء الذي جمعهم على استاد نادي لخوية القطري شمال العاصمة القطرية الدوحة وكان الأزرق الكويتي قد خسر مباراة الدور نصف النهائي أمام نظيره الفرنسي بضربات الترجيح في الصباح قبل أن يبتسم له الحظ في المساء في مباراته الترتيبية مع شقيقه البحريني اليوم الصبح لعبنا مع المنتخب الفرنسي طبعا قبل النهائي المبارات كانت حلوة من طرفين المنتخب الفرنسي ومننتخب الكويتي بادرنا بتسجيل هدف الأول وقيم الأول وشوط ثاني تعادل طلعناه بتقريقات ترجيحية وطبعا صارت المبارات العصر مجهود جامد على الفريقين البحريني والكويتي قطوا ثقلهم على المبارات الأولى وشارك في هذه البطولة عشرون فريقا فاز خلالها لاعبو الأزرق في خمسة مباريات على كل من البرازيل والشيلي والسودان وروسيا والإمارات وخسروا اللقاء الوحيد أمام فرنسا بأربعة أهداف إلى خمسة في ضربات الترجيح يبشر هذا الأداء القوي للأزرق الصغير في هذه البطولة العالمية بنواة لمنتخب ستكون له كلمة حاسمة في المحافل الآسيوية والدولية حصي الناصر لتلفزيون دولة الكويت الدوحة ترجمة نانسي قنقر